أعلنت محكمة العدل الدولية تحديد الثالث من شباط عام 2025 موعداً نهائياً لتقديم مذكرات الشكوى في إطار القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السوري لانتهاكه اتفاقية منهضة التعذيب ورفعت كل من كندا وهولندا دعوة مشتركة ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين فضلاً عن انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من عام 2011 على أقل تقدير شنت إسرائيل بعد منتصف ليلة السبت هجوماً استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق بعد ساعات من استهدافها مطار المزل العسكري في العاصمة وبدورها أفادت وكالة فرانس بريس بأن ثلاثة أشخاص غير سوريين مغالين لإيران قتلوا من جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي فجر السبت على مبنى غربي دمشق استهدفت مسائرة إسرائيلية سيارة في منطقة جدرى شمال مدينة صيدة جنوب لبنان ما أدأ إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين وسط تكثيف إسرائيل غراتها على حدودها مع لبنان وأكدت وسائل أعلى من لبنانية نجاة مسؤول فلسطيني رفيع المستوى من محاولة اغتيال بمسيرة إسرائيلية في صيدة في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستهدف في الهجوم الاستثنائي هو مسؤول كبير من حركة حماس في لبنان التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعد وصول الأخير إلى بيروت وبحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة ووصل عبداللهيان إلى لبنان في إطار جولة يقوم بها في المنطقة يعتزم خلالها زيارة سوريا لبحث الغارات الإسرائيلية على البلد إلى جانب تطورات في غزة أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردنية السابق أن جهات رسمية تقف وراء عمليات تصنيع وتهريب المخدرات في الداخل السوري مشيرا إلى امتلاك جماعات التهريب العديد من الأجهزة والأسلحة المتطورة التي لا تبع للأفراد وقال لتلفزيون سوريا أن الأردن يملك معلومات استخباراتية تفيد أنه يوجد في الداخل السوري ما لا يقول عن 295 مصنع لمواد مخدرة موضحا أن الأردن استنفذ كل الطرق الدبلوماسية مع الجانب السوري بدون تحقيق نتائج تذكر وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق أن الحكومة السورية لم تتخذ أي إجراء لتحييد خطر تهريب المخدرات إلى الأردن رغم تزويدها بأسماء المهربين والجهة التي تقف وراءهم وذلك عقبة تنفيذ عمان عمليات نوعية داخل سوريا